ألو بسم الله الرحمن الرحيم تدريب تخصصي تحولي إلى تدريب عام الآن أنا أدرب تخصصي أدرب المدافعين والمهاجمين على ما يربي أركاظ كرة القدم من ركض كرة القدم كما قلت سابقا في المثال السابق أنه أنا أدرب المدافع على ركض التقطير ودرب المهاجم على ركض الكاونتر التاك باتجاه الهدف فالثنين يعملون شيء تخصصي مرتبط بما يحدث في المباراة فأنا أموزع اللاعبين نشوف في عصاتين أو في علامتين أو في مخروطين أو في أي شيء عندك عبارة عن عشر ياردة في المدافعين الأربعة، ثين وثلاثة وخمسة وأربعة في المهاجمين، الأساسين، كلها تتكلم أساسين اللي هم السبعة ودعش وثمانة وعشرة ولا تنسى أنه إذا عندك إحتياط بدائل لا تنسى إذا عدد البدائل جيد دربهم نفس التدريب هذا بعد هاي المجموعة حتى يأخذون التدريب التخصصي بالنسبة للمراتسهم فالعشر ياردات وفي كرة تبعت خمس ياردات عن آسف عن العصي الموضوع بس كرة 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 فالتمرين يبدي بناء على إعاز من عندي أعطي رقم المدافع، مثلا أقول اثنين فاللاعب الثنين ينطلق شوف الوقوف اللاعب والمهاجم عنده الشاخص الأول أو العمود الأول فالمسافة بين اللاعبين ومنطقة الجزاء هذه خمسة وعشرين ياردات أما المسافة بين العصي تلك عشر ياردات وبين الكرات والعصي خمسة ياردات يعني قليلة فاثنين يركز سريع ينتظر المهاجم سبعا يركز سريع للعمود الثاني ثم يلف ويركز باتجاه الكرة ثم يلعب الكرة باتجاه منطقة الجزاوي لاحقها لأن المهاجم في لحظة لعب الكرة المهاجم يطالع المدافع في لحظة لعب الكرة للأمام يعني المدافع يجعله يفقد الكرة المهاجم هم يتحرك يهاجم الكرة عشان يروح يسجل بالهدف فصير حركة المهاجم حركة المدافع بنفس الوقت في لحظة لعب الكرة من قبل المدافع اثنين ويبدأ العمل شرط أنه الكرة من يلعبها المدافع ما يلعبها الحارس المرمى لا بعيدا عن حارس المرمى أي لما تدخل منطقة الجزاوي فتكون هناك فرق بين اللاعبين بالمسافة اللاعب المدافع ثلاثين ياردين والمهاجم خمسة وعشرين ياردين فهذا الفرق يريد الكرة ثم يلعب الكرة باتجاه منطقة الجزاء فينطلق في هذه اللحظة هو والمهاجم خلف الكرة المهاجم يحاول يسجل المدافع يحاول أن يمنع ذلك أو يأتي حياس الكرة يلعبها للمدرب أين يقف المدرب يلعبها للمدرب فقط وهكذا خمسة خمسة ثلاثة ثلاثة أرجع أرجعوا العالي المكانات وكلما أرجعوا العالمين المكانات بدل مراكز المهاجمين عشان المهاجمين يريدهم يشتغلهم من كل مكان الداعش يشتغل من الداخل delませ像 يذهب feedback ويشتغل من الداخل ولكن المدافعين ثبتهم الآن هن Alban التدريبي للمدافعين الآن أريد أدرب مدافعين لكن بنفس التدريب سيستفيد المهاجمين بتحسين ما يعرف بالكانتر التاكراني It's very good لكن أنا عندي الريكوفرير من جمال المدافعين الأهم فدأ درب تخصصي وينتج بالنة تخصصي للمهاجمين فهذه التمارين اللي أركز عليها وأقول انتبهوا 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 هذه التمارين مهمة وترتبط بشعار مهم في كرة القدم يسمى درب ما يحدث في المباراة الرنينج يحدث في المباراة كثير والريكوفرير رنينج أو دائم الحدوث في المباراة فتأخذ مجمل الحركات اللي تحدث بالمباراة وتدربها تكون انت مدرب جيد أما تأخذ عموميات ما في مشكلة مثلا الآن تقول هل ممكن هذا تدريب جيد هل ممكن أجيب بعد الثمانية الآخرين لأنني عندي 16 لاعب أوكي ما يكون مشكلة فيبقون زوج خلف 2 و 7 والزوج خلف 9 و 4 والزوج خلف 10 و 5 والزوج خلف 3 يتهيون يعني خلف العمود الثاني يكونوا مهيعين خلصوا ذولي محاولة يرجعون بالهرولة البصيطة جدا جدا يتقدمون ذولي المجموعة الثانية وهكذا فأنت راح تحمم التدريب على كل اللاعبين لماذا؟ لأن كل اللاعبين بالفريق الحقيقة يؤدون دور كمدافعين ركض التغطية ويؤدون كمهاجمين ما يعرض بالركز الكانتراتان اللجوم الماركس فهذه التمارين أنا في رأيي وأستخر الله من كلمة أنا هي الأحسن في تدريب اللياقة البدنية والأداء الفني والمهارات الحين واحد يقوله أين المهارات بهذا؟ المهارات هي واحد وليست ألعاب مصغرة ما تبدي منها الألعاب المصغرة لا هذه مهارة فأدرب المهارة أنا قاعد ولكن ضمن ما يعرض به الركوفري رننج والكاونتر اتاك رننج فأدرب صفتين من صفات اللعب اللي تحدث أو الركض الذي يحدث في المباراة وهو ركض التغطية المدافعي غطي المركز مالي يعني هو outside of his position good position فيغطي سواء من الجانب هاي هات شغل المدافعين برقض التغطية ودائما أخلي تحدي فأخلي مهاجم ويا أقول للمهاجم ممنوع السجل الهدف إلا من داخل منطقة الجزاء عشان ما أخلي يسجل من خارج منطقة الجزاء وينحرم المدافع من فرصة تطبيق والحصول على فائدة الفعالي هذه التدريب أريد عني أريد يطبق كل ما أمكن بطريقة الاقتصاد في التدريب وبطريقة ما يعرف بأن تضع وقت كافي لبقية الوحدة التدريبية من ناحية التكتيك ومن ناحية العناصر الأخرى الموجودة في وحدة التدريب عن الموفق المولى أسأل الله لكم الصحة والعافية جميعا ونصف الله سيدي رسول الله شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر